كما مكتوب عليها رز مع فاصولية بألف دينار ليس إلا إنها الواحدة ظهرا ساعة الغداء بتوقيت الجايعين ينطلق مصطفى بقيادة مطعم الباس بمنطقة الحارثية ببغداد ستوتة حولها لمطعم متنقل فكرة تحولت إلى ستوتة والستوتة أصبحت سبع ستوتات كما يقول أبو مصطفى تجوب مناطق العاصمة والله هي الفكرة الحاجم والاختراع يعني شفت الوضع المطاعم غالية والناس الكسبة ما يقدر يشتري الكاسب يومية 15 دينار أو 15 ألف أو 20 ألف ما يقدر يأخل بمطعمة خمس دالة فس جتني هاي الفكرة بديت باس وستوتين وهذا من فضل الله عندي سبع ستوتات وباس أنا جاني اليومية بالحارثية أبيع أفتار هنا وشارع الكندي عن ناس الكسبة على العمال ما يقدمه مصطفى من وجبة شهية وبأقل من دولار واحد جعل زبائنه ينتظرون ساعة وصوله يسمعون نداء سماعته فيتجهون إليه منهم من يتناول غداءه من مصطفى بأوقات العمل ومنهم من يشتري منه حتى إلى عائلته في طريق العودة نحن هنا ناس كسبة يفوت أبو الباس نطلع لشتنا من عنده هم رخيصة وهم طيبة هذا أبو الباس مطعم الباس يفوت مننا نأخذ من عنده أكل نظيف وطيب ومال بيت والمعون بل فيدينا رأخذ مننا حتى إلى عائلته مطعم متنقل فكرة صغيرة بستوتة بسيطة أفحى مشروعا تغلب على البطالة والنجاح كان في الانتظار بعيدا عن القطاع الحكومي وانتظار فرص التعيين من الألف دينار تحولت هذه الفكرة إلى سبع ستوتات تجوب مناطق عدة مشروع توسع من الفاصولية ومن من العراقيين لا يعشق الفاصولية من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقل